اشهدي استفافكم وانخراطكم في سفوف الناخبين فالاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن حوية وفاعلية المجتمع المصري بكافة أطرافه وفئاته ويؤكد على ان ارادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني لان اعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين لذن شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق ولذي تواجه فيه الدولة هزمة من التحديات على كافة المستويات يأتي في مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثيله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام وكأن استفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من اجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الانسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية في مشهد حضري راق تضافرت فيه جهود الدولة حكومة وشعبا ليخرج بهذا المظهر المشرف والذي لم يشهد اي تجاوزات او خرقات امنية على الرغم من هذه الحشود غير المسبوقة ابناء مصر وبناتها اقول لكم بالصدق المهود بيننا انني ادرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها وما زلنا نواجهها كمؤكد ادراكي بان البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للارهاب وعنفه وتحمل الاصلاح الاقتصادي وآثاره وواجه الازمات بثبات ووعي وحكمة واجدد معكم العهد بان نبزل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لاقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع ابناءها في اطار من احترام الدستور والقانون